اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لدينا في تعز كذلك 15 ألف جريح في ظل هذا الحصار المطبق وكذلك افتقار المستشفيات لأبسط مقاومات التطبيب وعدم وجود مراكز متخصصة في مدينة تعز العلاج الطبيعي وريد هذا المركز من رحم المعاناة ليخفف كثير من الألم والمعاناة والحرمان على شريحة الناس الذين لا يمتلكون المبالغ التي يستطيعون أن يذهبوا فيها إلى مراكز للعلاج الطبيعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المركز يقدم خدماته لأفراد الجيش الوطني المقاومة الشعبية وأيضا المتضررين من المدنيين في محافظة تعز المركز بتمويل خاص من مؤسسة توكل كرمان الدولية والذي ينتهز الفرصة التي يقدم لها الشكر ولمساهمتها هذه لمدينة تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة